من عمان خبير أمن المعلومات والاتصالات رائد سامور أهلنا بك معنا على شاشة الحدثة وفي هذه التغطية كثيرة هي إذن التحليلات والسيناريوهات التي تبحث في كيف حدثت ووقعت هذه العملية كيف باعتقادك؟ مساء الخير مساء نور العملية حدثت بطريقة معقدة تكنو سياسي أمني استخباري عملية نموذجية بالمعنى الحقيقي للمسمى حيث تم استخدام العمل الاستخباري والتقاط تصريح السيد حسن نصر الله بتوجيه الأفراد وقيادات حزب الله بعدم استخدام الهاتف الجوال هذا التوجيه تم التقاطه من قبل المساد الإسرائيلي وبالتالي تم البحث عن البدائل الشبكة الأرضية تبين لحزب الله أنها أيضا شبكة مخترقة وتم اكتشاف هذا الاختراق وهناك على الأرض ما يميز هذه العملية أن على الأرض في لبنان هناك قوة تتماهى مع هذا العمل ضد حزب الله بمعنى البيئة الحاضنة بمعنى البيئة الديمغرافية الموجودة داخل لبنان هناك من يرفض سياسات حزب الله الآن هذا السيناريو الذي حصل وضعه على الطاولة ما هي البدائل إذن البديل الأخير يكون إما الرسائل العادية المكتوبة الشفائية أو المكتوبة خطيا وإما الذهاب إلى البيجر ولسهولة عمل البيجر ولأنه من الممكن أن لا يخطر على بال العدو في هذه المسألة تم تبني موضوع البيجر ولأنه بدائي كمان يعني قديم بدائي يرسل فقطات لا يستطع بس خطأ جسيم خطأ جسيم لأنه هذا بدائي غير مشفر بدائي ما فيه مصادقة ثنائية بدائي لأنه يعتمد على موجات راديو يو أتش إف وفي أتش إف يعني من الممكن أي صبي يمتهن أو يريد أن يمتهن الأمن السيبراني أن يتلعب في هذه الموجات والدخول إلىها واختراقها فهنا الخطأ الإسراتيجي الأكبر بعملية الإعلان من قبل سيد حسن نصر الله على أنه أنا بوجه الكوادر على عدم استخدام بعد الاستشهاد أو بعد مقتل القائد فؤاد شكر هذا الأمر يعني لكن هو تم اختراقه عن بعد حسب خبرتك تم اختراقه عن بعد أم تم زرع أبوات متفجرة صغيرة داخل الفيجر قبل تسليمها للعناصر التبع على حزب الله خليني 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 اعطيني وقت أعطيك الرواية بشكل كامل كما أراها أنا كمسرح جريمة حصل في هذه المسألة الآن المؤسسات الإسرائيلي التقط المسألة ودخلوا إلى حركة الإيميلات حركة التواصل مع أي الشركات التي تقوم بتصنيع هذه المادة وتم التقاط هذا وتحديد المادة صانع محدودة جدا من تقوم على صناعة البيجر في العالم مصنعين في العالم فقط ما في غيرهم فعم تحديد وتم تقييد الاتصالات مع هذه الجهات وبالتالي تم معرفة الجهة التي سوف تورد إما أن تم اعتراض هذه الشحنة في وسط الطريق وإما بالمصنع ذاته تم التعديل على وضع البطارية البطارية بالعادة البيجر القلم بطارية القلم هي بتشغله لأنه ما بيستهلك طاقة هو عبارة عن أنتين راديو فقط استقبال عمليا هنا حزب الله أراد من خلال الدعم اللوجستي للمعركة الطويلة التي يتوقعها مع إسرائيل أنه يكون الجندي أو العضو في حزب الله أن يتمتع بأطول مد ممكنة من الطاقة على جهاز البيجر اللي عنده فارتأى أن تكون هذه البطاريات ليثيوم الليثيوم بالأساس عنصر متفجر إذا ما تعرض إلى درجة الحرارة فتم وضع نوع من المتفجرات قليل جدا بالأنصة أو بأقل من الأنصة بداخل البيجر بحيث لا يتم اكتشافها وبالتلاعب الآن هون بدخل للعمل السيبراني العمل السيبراني تم والعمل الدعم اللوجستي على الأرض أيضا لأنه فيه لابد من سكانر على الأرض يحدد الموجة التي يشتغل عليها حزب الله إحنا لما نقول VHF و UHF هي مسافات قصيرة يعني من 3 إلى 9 كيلو تغطية ومن عشرات الكيلومترات فقط ما استخدموا الHF مباشرة الليبيو بروح لمئات الكيلومترات لأنه ذلك نوع معقد جدا ولا يستطيعوا التعامل معه إذن كانت وحدات حزب الله تتمتع بأكثر من تردد لأنه الضرب صار بدمشق وريف دمشق ولبنان وجنوب لبنان وبيروت في أكثر من منطقة وهذه المناطق شاسعة جدا هذا يعطينا انطباع على أنه هناك أكثر من شبكة للبيجينج داخل حزب الله الآن تم التقاط هذه الموجات وتم تحديد هذه الموجات والمستخدمين وبالتالي تم بالعمل السيبراني تم توجيه عشرات الألاف من الرسائل في لحظة واحدة إلى ذات البيج البيجر البيجر الآن هنك ما استطاع أنه يستوعب هذه الرسائل التي وصلته مباشرة فبالتالي هذا ما يفسر صوت الزعيق ما قبل الانفجار بحيث أن البيجر تم عملية يعني خربط بطل يقدر يشتغل ارتفعت البطارية لأنه بحاول يفسر ارتفعت درجة حرارة البطارية شغل المفجر اللي موجود داخل البيجر وتفجرت البطارية يعني أنت تقول من خلال ضربة كبسة واحدة أنه هذه الرسالة التي أرسلت للبيجر بالتزامن لكل من يحمل هذا الجهاز هي من أدت لأن تزداد حرارة البطارية وتنفجر نعم نعم صحيح لأنه الجهاز شو اللي برفع درجة حرارته أنه ما يقدر يتفاهم مع الرسالة اللي واصلته أنه ما يقدر يعمل إنكودنج للرسالة اللي واصلته هو بيحاول محاولاته حثيثة بالتالي بترتفع درجة حرارة البطارية أنت موبايلك إذا أنت بتشتغلي عليه أكثر من مرة بترفعي فيديو أو بتنزلي فيديو بتحمليه حمل فوق طغط وبتلاقيه بحمى وهي بطارية تيسي معلش خاليني أعسى السؤال ده فعمليا يعني أنت تقول الآن أنه الرسالة هي استطاعت أن تقوم بهذا العمل أم أنه أصلا كان فيه كمان متفجرات زرعت في هذا الجهاز بسيطة صحيح مادة متفجرة أنا أقول أنا أقول أن الرسالة فعلت المتفجرات من خلال تسخين ومش رسالة واحدة مجموعة كبيرة من الرسائل كيف؟ لثلاثة آلاف جهاز في وقت متزامن مجموعة كبيرة من الرسالة مجموعة كبيرة من الرسالة